على ماذا تبني حياتك؟ اليوم ذكرى 11 سبتمبر من 23 سنة حدث طبعا شيء اللي غيرت تقريبا مجرى التاريخ عملية إرهابية اللي كانت في أمريكا في نيويورك وطبعا اللي حدث إنه كان نضرب العمرات العالية وطبعا البنتيجون يعني وأمور إرهابية أخرى اللي حدث في هذا اليوم غير مجرى التاريخ ألاف من الناس اللي قتلت واللي عاوز أقوله إنه كانت الناس بالنسبة لكل الناس يوم عادي يوم طبيعي الناس رايحة على أشغالها وأعمالها واللي مسافر بالطيران ولكن كل شيء تغير بعد هذا الحادث الإرهابي ولكن أحبائي عاوز أقول شيء مهم جدا الشخص المستعد هو مستعد في كل وقت والشخص الغير مستعد ما بتدرك وينت اللحظة أو الساعة اللي بتيجي فيها النهاية ولهذا السبب هذه الحلقة في غاية الأهمية على ماذا تبني حياتك فعلاً اللي حدث في سبتمبر 11 سبتمبر غير التاريخ وكلنا نتذكر هذا اليوم المؤلم ولسيما الناس اللي ماتت واللي راحت ضحايا لا نعرف مصير هؤلاء الناس ولكن أصلي من كل قلبي أنه يكونوا اختبروا يسوع المسيح للحصول على الحياة الأبدية ولكن في هذا اليوم وفي هذا الحادث في شيء اللي غير فيي أنا شخصياً في حياتي أعرف أخت اللي كانت تشتغل في المركز المالي في تلك العمارة وعندما انهارت تلك العمارة كان الكل بيركد حتى يعني ينجو من الموت وطبعاً يمكن كلنا شفنا الصور المؤلمة لهذا اليوم ولكن سألوا هذه الفتاة هذه الأختها كانت مؤمنة سألوها هل كل يعني على كل الأمور على ما يرام وقالت طبعاً وكتبت عملة كتاب لا يعني ليس الأمور على ما يرام هذه الأخت كان عندها مركز للدعايات والإعلانات كانت يعني غنية جداً مليونرية كبيرة وبعد هذا الحدث اكتشفت إنه حياة الإنسان قصيرة واكتشفت إنه قيمة الإنسان أو ممكن أي شيء يحدث فصممت وقررت أن تترك كل الأموال وتترك كل البزنس وخصصت حياتها لخدمة المسيح ولسيما مع الأطفال المشردين وعندها خدمة عظيمة جداً في إحدى الدول الأفريقية هذا اليوم صنع فرق في حياتها والسؤال في هذه الحلقة على ماذا تبني حياتك هل على القوة؟ هل على المال؟ هل على الجاه والاعتبار؟ أو ممكن تبني حياتك على الحكم الإنسانية؟ أو القوة البشرية؟ أو أي أمور أخرى؟ ولكن تذكر أن كل الأمور سوف تنتهي فالسؤال على إيه بتبني حياتك؟ اشتركوا في القناة